في ليحة هاني حاج عمارسي هاني أهلا وسهلا مرحبا بيك في استوديو الوطنية مرحبا بيك مرحبا بيك كم المستمعين بعد شوية نبدأ معك في الحوار قبلها نستدعاك ونستدعا السيدة للمستمعين نستمعوا إلى تقرير ثمي عفوية تشير أرقام صادرة عن وزارة الصحة إلى ارتفاع عدد الأشخاص الذين تمت مهاجمتهم من قبل حيوانات المشبوهة بإصابتها بداء الكلب من 30 ألف حالة سنة عشر وعفين إلى 42 ألف حالة سنة 22 وعشرين وعفين وتمثل الكلاب السائب واحدا وثلاثين بالمئة من هذه الحالات وبذلك من فكت الوفيات بسبب بداء الكلب ترتفع من حالة وحيدة سنة عشر وعفين إلى خمس حالات سنة 22 وعشرين وعفين إلى ست حالات سنة 23 وعفين لتصل إلى تسع حالات بداية من هذه السنة وفيات ساهمت فيها القيطة بثلاث حالات ووفق معهدي باستير تم إحصاء نحو ثلاثمائة وخمسة وخمسين حالة كلب حيواني سنة ثلاث وعشرين وعالفين مقابل مائتين وخمسين حالة سنة اثنتين وعشرين وعالفين بارتفاع قدر باثنين واربعين بالمئة ومثلت الكلاب غالبية الإصابات بثمان وستين بالمئة ثم الأبقار بما يزيد عن أحد عشر بالمئة ثم الخيليات بأكثر من ثماني بالمئة ثم الأغنام بخمسة بالمئة ثم القتة بأربعة بالمئة أرقام مخيفة ومحيرة خاصة حين تؤكد وزارة الفلاحة ارتفاع عدد البؤر هذه السنة إلى مائتين وسبع وسبعين بؤرة ويزداد الخوف والحيرة أكثر مع صعوبة حصر عدد الكلاب المملوكة والسائبة فرغم تلقيح نحو أربع مائة وعشرين ألف كلب مملوك سنويا يبقى هذا العدد غير مطمئن مقارنة بالأعداد الفعلية للكلاب السائبة والمملوكة هذا الخوف يتعمق أيضا مع العودة المدرسية خاصة وأن الأرقام تشير إلى أن الأطفال دون سن الخامسة عشرة هم الأكثر عرضة لهجمات الكلاب السائبة هذه المخاوف تفاعلت معها وزارة الفلاحة والمصالح البيتارية بالانطلاق في الحملة الوطنية لمقاومة داء الكلب بشكل استثنائي غرة سبتمبر الحالي ضمن فريق عمل ميداني يتنقل في جميع جهات البلاد كما وضعت وزارة الصحة تسع نقاط تلقيح جديدة بأقسام الاستعجال في عديد المستشفيات وأطلقت رقما أخضر للاستفسار والتبليغ كما دعى وزير الصحة مؤخرا إلى ضرورة برمجة إعادة تصنيح لقاح داء الكلب جهود المبذولة ضد داء الكلب تقابله وفيات غير مسبوقة تستدعي أولا استراتيجية وطنية متكاملة أكثر نجاعة وجدوى وثانيا الانخراط في الاستراتيجيات الإقليمية والدولية باعتبار داء الكلب وباء خطيرا حيوانيا المصدر ينتشر في أكثر من 150 بلدا في العالم شكرا سامي العرفيو على هذا التقرير مرحبا بك مجددا كهيت مدير مقاومة الأمراض الحيوانية بوزارة الفلاحة سيهاني الحج عمار نبدأ معاكم من أنتهي تقرير سامي العرفيوي اليوم الحقيقة تخوفيت وبرشانيس تفتي بين قوسين الأبقار تنجم تكون مصدر عدوى الحيوانات بأنواح تنجم تكون مصدر عدوى هل إنه فعلا الكلم هيدا صحيح؟ أو نحكيه فقط داء الكلب عفين عفكم الله ينقلوه الكلم والقطات بالأساس آياتك الصحة السؤال ممتاز نبدأ بالمعلومة هي اللي تحللنا الباب باش نفهموا المرض هذه عند الحيوانات داء الكلب في تونس هو داء خطير قاتل ينتقل من الحيوان إلى الإنسان وداء الكلب في تونس هو نعرف واحنا علميا فما أمراض عندها خازن سكونابل خازن لا الميكروب بربسيهاني باش نجم يسمونك بالقديم الخازن الخازن هو الحيوان اللي يحتفظ بالجرثومة والمرضى وهو اللي يعدي المرضى من بعدي بالنسبة لتونس، داء الكلب الخازن بتاع داء الكلب في تونس هو الكلب هو فاصيلة الكلاب بالأساس؟ مش بالأساس، هو فاصيلة الكلب 100% في تونس هو فاصيلة الكلب هو الخازن بتاع المرضى المجهودات التي تضع في برنامج مقاومة داء الكلام تتمثل في تلقيح والكلاب هذه هي المعلومة الأولى طريقة العدوى والطرق العدوى التي ينتقل بها المرض هدايا يأما للحيوانات الأخرى وإلا للإنسان هي ثلاثة طرق كبيرة أساساً هم ثلاثة طرق يأما بالخدج خاصة القططس يأما بالعضب خاصة الكلاب والقططس وإلا باللحظ نحن نعرف أن الفيروس هو كائن مجهري ويجب أن ينتقل يدخل في أي جرح صغير حتى نقل إحنا كل في ضغفرنا فما جرح صغير ما نعطيوش حتى قيمة داء الكلب وفيروس داء الكلب يجب أن يدخل مكل جروح هذي هذه هم الطرق العدوى الأساسية لداء الكلب يبقى الحيوانات الأخرى هذا عنده مبرر اليوم سيهين الحاج عمار وقت اللي نشوفه في معهد باستور الناس برشق قاعدين أي عبد لحصوا قطوس حتى جرح يمشيوا قاعدين يزرقوا حالياً نكمل لك جزء المعلومة الأخرى وبعطينا نمشي لك هذه النقطة بالنسبة للحيوانات الأخرى نعرجى نقول بالنسبة للحيوانات الأخرى غير الكلب بكلها تعتبر ضحية للكلب البجرة ضحية للكلب العلوجو ضحية للكلب الحصان كيف كيف الحيوانات البرية الأخرى اللي تعيش في تونس وتنجم تتصاب بلداء الكلب هي ضحية للكلب بالتالي الحيوانات الأخرى هي المتسبة الأساسي في بقاء الكلب في تونس هو الكلاب هي متضررة هي الضحية كيف الإنسان كيف ضحية من الضحايا بتاع الكلب يبقى القطط شفنا احنا بالمناسبة هذية نشكروا الإذاعات الوطنية وإلا وسائل الإعلام بصفة خاصة كسوة مكتوبة مسموعة مرئية بكلهم خدموا معنا الحملة هذية خاطر الوضع الوضع تسمى وضع حرج الوضع يجب تضاف الجهود بتاع الناس الكل وسائل الإعلام اللي يعاونوا فينا في التوعية والتحسيس وتوصيل المعلومة وما غير ذلك بالنسبة للقطط كما قلت لي انتي توا شاهدتوا أنه فما برش عباد اللي قالك القطوس اللي عنده قداش ومشي هذاك من بين الحاجات متاع المباكت متاع المباكت متاع وسائل التواصل الاجتماعي المباكت متاع العباد المباكت متاع المباكت المباكت أفضل ما برش حاجاتك السؤال وعملوا الاعراض. ولا حتى مقبل ما يعملوا الاعراض. لكن تخلي الفيروس عندهم في الدنيا. يجب يعطي يعملوا مشكلة. ويجب ينقلوا المرضى هذية خاصة للانسان. خاصة للانسان. الخطرة كما تشوفوا. في الحملة هذية اللحظناها عدد كبير من المواطنيين. جابوا حيواناتهم خاصة القطط. احنا في في تونس العاصمة والتونس الكبرى. برشا بورتمانات وبرشا عباد. اغلب العباد عيش في البورتمانات. صحيح. واللي يحب يربي حيوان. اغلب الحيوان بشي عديوه وبشي ربيوه ولقد قطعت. الكلب يحب سباس اكثر يحب خاصة الانتلاب الكبيرة وكل شيء. اغلب العباد تحب القطوس. القطوس معطها ينجم يتعيش معا. العملية اه بالنسبة لي نحنا فاش تتمثل تتمثل في انه يجب المواطن اللي يربي قطوس يجبو يحمي روحو. الخاطر القطوس راهو. اه صحيح يتربى في الدار لكنه يخرج. اغلب العباد تخلي الحيوانات المتحدة تخرج. مع بعض التخوفي تولي يمشي ويلاقح اللي يحصر في اختاته. محبوهمش يختلطو. هو هو سيفري. محبوهمش يختلطو حاجة. ودهو حتى اللي فيتغين يقعدين البيادر هم اللي يوصيوه. لقحت خلي قطوسك في الدار متخرجه. سيفري هذا هذي معطي اجراء ننصحوا بها عليش حتى في وضعية كما هكا. المرض هذي نجم نلقوه عند الكلاب نقوه في الشارع نقوه عند الحيوانات هذي. وبالتالي يفهم اختلاط بين الحيوانات هذي نجم. قطوس هذي يعمل عركة مع قطوس مريض. قطوس هذي نجم يدخل في كونفري مع كلب على ماكلة. خلاص نذي كان يخرج. ينجم يتصيبوا المرضى هذي ويجم هوا من بعد يقدموا له. من هكا عليش. العملية تتلقيها متلقيطات. مرغم اللي هي بالنسبة للبرنامج ككل معناتها ندخلوهم في عملية التلقيح. ننصحوا انه اللي عنده حيوان يلقوه كسواء كلب ولا قطوس. بالنسبة للكلاب. بالنسبة للكلاب راو الحيوانات هذيه حيوانات خاصة يتحكم فهموا لها. مفهمة كل شيء عنده متر متاعه. دونك من نجموش الحيوانات هذيه نشدوها. اذا كانت فرق التلقيح. وذا يحب دعدي مسال بالمناسبة هذيه. انه المواطنين او الحاجة ندعوهم انه يلقحوا حيواناتهم. يلقحوا كلابهم. وبالنسبة للمواطنين اللي عندهم كلاب. الكلاب راه من يجب يتحكم فيه مكان مولاهم. وبالتالي يلزم فهمة عملية معاذدة جهود ومساعدة جهود الفرق متاع التلقيح. يتنقلوا عندهم خاصة في الديار والخاصة في المناطق غريفية وفي اي منطقة ما نضغبهم يعاونهم بشدان الحيوان متاعه. حاجة اخرى. لا مش نحكي على الكلاب السيب. بنسبة نحكيه على الكلاب اللي عندهم مالي ولي نجمو تشدوه. وتلقاهم متعاونين. هذو ما اللي نستهدفوه مخاطر احنا نجمو نخدمو هذو ما. بينما الكلاب السيب عنا مشكلة فيهم في انو من نجموش كنشدوهم. انت تشد كلب سيب معندوش مولاه اختار صافي ويركحشو بالنسبة الحل شنو? في علاقة بالكلاب السيبي اللي تنجمو عندي العدوى زيتا. ايه. بنسبة الكلاب السيبي كانت فاما مجهودات في اطار البرنامج الوطني لمقاومة دا الكلب فاما مجهودات متاع الحد والتصرف وحسن التصرف في جمهور الكلاب هذيه. والوزارة الداخلية مشكورة هي اللي عندها الكمبزانت هذيه في البرنامج الوطني ومشكورة قاعدة تقوم بمجهودات للحد من هذه الظهرة تحكي عن القنص القنص ولا حتى مش كان القنص فما حكاية تزد رفع الفضلات عملية التلقيح ما تكون ناجحة إلا إذا توفرت قبلها عديد العوامل من بين العوامل هذه هي رفع الفضلات في الوقت المواطنين ملوحوش الفضلات في الوقت يقولوا قيل علش مدخل هذا في هذا بكل بساطة هو أنه الحيوانات الكلاب خاصة هي موجودة في مناطق وين تتوفر فيها معانتها سورس داليمونتاسيون حتى وين يقعوا الماكلة نلقوهم الحيوانات هذو في بورتمانيت رزيدانس تجمعات أي بلاسة فيها الحيوانات هكذا نجي ماكلها تلقاه يتواجد فيها البلاسة هذيك يمشي 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 البلاسة هذيك وبعد يبعد شوية وبعد يعود يرجع لها يعمل أن تيريطوار بالنسبة للأماكن الخاصة هذيك واليوم كنت تحكي على تلقيح سيهيني فين بالضبط الابواع متاع التلقيح نقاط التلقيح بالنسبة بالنسبة لعملية التلقيح بالنسبة لعملية التلقيح وزارة الفلاحة تحط على ذمة المواطنين أو الحاجة فما دو كامبوزانات هما في تلقيح يمشي كما تحط على ذمة المواطنين دي سنتر دو مراكز التلقيح القارة نعم المتمثلة في معنا الإدارات الفلاحية الإدارات الافلاحة اللي موجودين في المعتمديات اللي موجودين في الولايات هذوما دي سنتر دو تلقيح تلقيح فيهم الأعوان وإلى البياترة اللي يقوموا بعملية التلقيح اللي عنده حيواني نجم يتوجه بكل حيوان هذيك للإدارة الفلاحة أي واحد يقول له لإدارة الفلاحة هاوين يقول له هواهي موجودة في المنطقة هذيك ودى يوم فما موجودة على الباج متاع الوزارة على الباج متاع الإدارة عامة المسالح البيترية حتى على المندبيات فما ولا يحطوا زادة على الباج متاع الفيسبوك متاع المندبيات التنمية الفلاحية يحطوا فيها المناطق ولا إلا لسنتر متاع الفاكسناسيون هذه هي الكمبوزانت الثانية تتمثل في الفرق اللي تتوجه هي تتوجه للمواطني فرق تعمل بورتا بورت فرق تعمل مع أنت في كومبوزانتر في الشارع فما بطحة ولا حاجة يعني مركز المتنقل يتنقلوا فيه الإيزيكيب متاع التلقيح وبالبوق يكلموا العباد باش يعملوا عملية التلقيح هذه كما نعاود نقول التلقيح راه مجاني وإجباري في نفس الوقت وندعو المواطنين يدخلوا معنا في عملية التلقيح لصالح المواطن لصالح وهما حيواننا ربيوهم هم حيواننا ربيوهم يجبنا نحافظوا عليه نحافظوا على الصحة متاعه نعطيه هيكلوا كل شيء أما راهو ما نفلتوش التلقيح متاعهم خاصة لمرض داء الكلب لأنه مرض قاتل مفيش دواء. لذلك نضرب راو خطير جدا. كما نتأسو على وفاة تسعة أشخاص إلى حد الآن. إن شاء ما كنت. الحصيلة تسعة أشخاص. إن شاء الله إن شاء الله ما يزيدوش إن شاء الله تحبس الحصيلة في هذيك. العمار تقريبا. وليه مختلف العمار فما الصغار وفما الكبار. لذلك الإشكالية في العملية هذية في أنه الناس العبادة اللي تغفات داء الكلب فيهم صغار. فما خمسة سنين. فما خمسة سنين. فما حتى كل سيدة الولاية اللي يرحموا الله يرحمهم الكل يتوفى من جراقة. عليش نتوى حتى الحملة الوطنية للتلقيه. هذه هي ضد الكلب ونمس وزد القطط اللي عنده قاتلس. ثلاثة من جملة التسعة هذو ما الأصل العدو جاي من قط. ما رغم القط ما هو هو الحاضن للمرض. هما هو كحامل للعدو ينقلها بشكل سريع. هو بالقدمين ولا بالتخبيش. وبالتالي العملية هذية راه عملية مهمة باش نزيد ونوصيه العباد اللي عنده. اللي مثلا تقدم ولا تخبش ما يبقاش في بلاسته. وحتى لو كانوا يقرأ الحيوان يقول لا راه لابس عليه. هل يشوف حيواني اللي خبش. يقول لا أنا مسيت وهو مسني ولا قدمني ولا خبشني كل شيء. رأيه المساج هذا. قال لي تخبش ولا يدي تقدم ولا حاجة. ديريكتمو يخسل يديه بالماء والصابون لمدة 15 دقيقة. تحت السبال لازم يكون سبالة تجري. يطول معني في غسلية. تحت السبالة تجري. تحت السبالة تجري. لا الانفرماتي هذية رأيه يحط يديه وسابالة تجري. ويخسل بالماء والصابون ويعود يخل الماء والصابون للمدة 15 دقيقة. ثم يتجه إلى أقرب مركز للعلاج مركز الاستعجالي وإلى الباستور وإلى وهو المنطقة متاعه يمشي إلى أقرب مركز ويعطيوه البرتوكول يقوم بالبرتوكول هذية خطر. دوك التلقيح هو اللي يوقف. عند العبد هذي نوصيو بيه احنا راهو احنا نتلاهيو بالكمبوزونت أنيمال. بالنسبة الكمبوزونت همين راهو ستاميساج العباد الكل نقوله فيه مختلف البرتنير والكمبوزونت على الوزرات الكل نقوله في نفس الميساج. إذا كان تكدم ولا تخبش ولا تعظ ولا ادخل في كونتاكت مع حيوان مريض ولا حتى كان حيوان ما ما تعرفوش. يجب أن تمشي لحكاية هذية. أول حاجة تخسل بالماء السابون ما تخفصاش دقيقة تحت الماء. وتتجه مباشرة للمركز الوقاية الصحية تابعين لوزارة الصحة. بالنسبة للحيوانات اللي عنده حيوان اللي عنده حيوان كلب ولا قطوس ماذا به. يدخل في الحملة في أي منطقة هو فاها راهو فما ديزي كيب. فما ديكا لندري يتحطوا فما رزنامات يتحطوا على الحكاية هذية. نلقاهم على الفيس بوك نلقاهم على الفيس بوك نلقاهم على المندو في المندوبيات زادة. يعرف المنطقة متاعه وقتاش يجي لكيب يمد الحيوان متاعه. يشد الحيوان متاعه باش خاصة للكلاب. وحتى اللقات تصفى ما ديكالك فيديو تجمو تشوفوهم بتاع زملاء وكل شيء. موجودين على عملية التلقيح. لذلك السباق سي سامبل عملية التلقيح. رأوا العبد كي تقولوا إيجا نلقاح لك مثلا يقعد على الكرسي ويمد مثلا إيدو. ويلقاح له ويقولوا باش فاوي مش عالو حضاي قطوس ولا كل باش شدوا. رأوا العملية اللي باش تقعد راهي تقعد ساعات حيوان باش نلققوه نقد ربوع ساعة باش نحصلوا فيه. وليش باش شدوه وكاش بشي خاصة إذا كان مولاه الماتر متاعو متحكمش فيه. حيوان بشي خاصة الكلاب اختر سافي مثلا حيوان كما هكي قبدا قوي وكل شيء لا تتحكم فيه. لذلك المولاه يجب أن يتحكم فيه. ونقطة أخرى بالنسبة للناس اللي عندهم حيوانات يستحضر حيواناتهم الداخل من خليهم يخرجوا. سواء ملاقحين أو ملاقحين. ملاقحين أو ملاقحين ماذا بيهم يدخلوا. لذلك اللي كان تلقحوا يقضوا في الدار يشدوهم في الدار من خليهم يخرجوا. وإذا كان يجب أن يخرج كلبه أو يدور به. لذلك نعرف الحيوانات هذية يجب أن يدوروا يجب أن يتحركوا. لذلك يجب أن يتحرك الحضارات المتاعه وكل شيء. لذلك يجب أن يخرجوا بالكمامة باللسم المتاعه بالحبل. لا يجب أن يتسايب كما يجي. وبالكمامة المتاعه باش يحميه باش يحمي العباد له. هل النجم يقول للإنسان اللي يقول ربما أنه يخدم في مكان فيه حيوانات. أو ربما عنده حيوانات وهو متعادي النجم يمسوا حيوان. يمشي يستبق قبل ما يتعرض لكونتاكت مباشي مع حيوان يلقح. الإنسان. الإنسان. لا يجب أن يفهم العملية هذه من القحش. لا يجب أن يقول المعلومات بتاعي تقول لا. لكن فما المواطنين والبروفيسيونير اللي يخدمون مع الحيوانات. خاصة للفترينير ولا يخدموا مع الفترينير. هذو ما ينجموا يعملوا عملية التلقيح. دائر أغلبهم ملاقين مع العملية ملاقين. دائر أغلبهم ملاقين مع الحيوانات. في حالة كنبتريني، نقوم بعملية التلقيح. لكن ليس تلقينا كل مواطنين. لا يجب أن يفهم الإنسان. لكن فقط المدوات لكي تتعرض لهجوم الحيوان أو الخبش وقدم أو حاجم الحيوان. وقت هذا يمشي البروتوكول اللازم بالنسبة للحالة ارتفاع ملحوظ لبؤر انتشار دائل كلب سنة يوسي هاني ما هي يرجع؟ ما هي الأسباب؟ عليش ارتفعت البؤر والأماكن السودان نقاط السودان متاع دائل كلب اللي هو موجود عادة لكن السنة طلع بشكل غير ملحوظ طلع الى حد الان معتها فما 295 تقريبا بؤرة عمناول في الوقت هذي معدد ما يقارب مئتين وسبعين كيمالوقيت هذي معدد هو طلع سيفري قديش من بؤرة مئتين؟ عمناول في كيمالوقيت هذي ما يقارب مئتين وسبعين اسنة مئتين وخمسة وتسعين فما ما يقارب 25 بؤرة زايدة حسابيا حسابيا ما هي شكل حاجة اللي اختيرها برشا متوازن على كامل تغيب الجمهوري لكن الحكاية هو نباكت متاع الانسان اللي المرضى انتقلت الانسان دير الهدف العالمي الهدف العالمي لداء الكلب هو القضاء على داء الكلب عند الانسان صحيح معدو مش كنداء الكلب اللي عند الكلب عند الانسان عند الخفاش عند الثعلب عند بعض الحيونات الاخرى الراكون هذو ما مشكوة احنا كتون سيبالكا خاطر مش كنا الكلاب والقطات مشكوة كيف عنا العائل المرضي الخازن المرضى كما قلنا هو الكلب وبالتالي المجهودات الكل تتوجه للقضاء على المرضى هذي عند الكلب كما قلتلك الحيونات الاخرى تمثل ضحايا من ضحايا الكلاب بالنسبة للمرضى هذي سينو الحملة مازالت متواصلة ومجهوداتكم مازالت متواصلة للتصدي لداء الكلب عافينا عافيكم احنا بحاول الله احنا قدمنا بالنسبة لبرنامج داء الكلب بالنسبة لسينو نقول وراه وقع استباق عملية التلقيح بتقديم الحملة الوطنية هي نورمال ما متصير ستو هي نورمال ما متصير في اول غورة نوفمبر غورة نوفمبر تتواصل حتى الشهر جنفي لكن السينو هرم للسلطة للرئاس الحكومة بالتشار مع الوزارة الافلاحة والوزارة المعنية وقع تقديم الحملة الوطنية للتلقيح لداء الكلب الى اول سبتمبر اول سبتمبر سيفري اول سبتمبر نحب ننوها بحاجة انه الزملاء في الميدان استبقوا الامر وبدأوا حتى من قبل سبتمبر حتى من 15 اوت بدأوا يلقحوا في بعض الاماكن السخونة قلوا احنا الاماكن الحمر ما زالت متواصلة في كافة تراب الجمهورية نحن نخافه نحن نخافه فما مجهودات يجب ان تتضافر من عند الناس الكل بالنسبة لكم بذوقت حملة التلقيح ضد الكلب لدى الحيوانات نحن نعود نقوله مزال متواصلة فما نرزنا مت تقعد تتعطى وتتحط على الوسائل الوسائل الاتصال في كل الوصائل نحن نعود المواطنين نعاون في شدان الحيوانات نحن 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 نح تود سويت مع محمد الحبيب يسم في نشرة الرياضة المفصلة على الوطنية سلامة شاية طيبة في لبان